بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلب يسرني أن ألتقيكم في محاضرة جديدة لهذا اليوم وفي بداية هذه المحاضرة سندخل في موضوع جديد وسنتناول الأساس التاريخي لحقوق الإنسان موضوعنا أو محاضرتنا تبتدأ بالموضوع الآتي والأساس التاريخي لحقوق الإنسان قبل ما أبدأ بالموضوع يعني هناك عدة أسس لحقوق الإنسان طبعا هناك الأساس التاريخي لحقوق الإنسان والأساس الشرعي لحقوق الإنسان والأساس الدولي لحقوق الإنسان في البداية سنتناول الأساس التاريخي لحقوق الإنسان هنا هذه طبعا تبنتها النظرية الثيوقراطية أساس التاريخي قديما قرحت النظرية الثيوقراطية الدينية لتبرير أصل نشأة الدولة وعلى حسب هذه النظرية فإن الله عز وجل هو صاحب السيادة وإليه ترجع السلطة والأمور من هنا فإن أنصار هذه النظرية بتقديس السلطة أي أن أنصار هذه النظرية يقدسون السلطة طبعا الحاكم بموجب هذه النظرية ما هو إلا وسيلة لتنفيذ الإرادة والمشيئة الإلهية الأمر الذي يتبع بالضرورة أن تكون إرادة الحاكم فوق الجميع لأن هذا الحاكم هو وسيلة لتنفيذ الإرادة الإلهية طبعا هذه النظرية إلى أنصار وأيضا وجدت هذه النظرية لها عدة تطبيقات في الحضارات القديمة ومنها الحضارة الفرعونية والحضارة الصينية هناك أيضا تجاه آخر ذهب إلى أن الحكم ليس هو الإله لكنه مختار من قبله بصورة مباشرة وهذه تسمى نظرية الحق الإلهي المباشر طبعا يعني هذا هو حقيقة يعني سرط تاريخي سرط تاريخي لحقوق الإنسان أو للأسس التي قامت عليها حقوق الإنسان ويرجع جانب من الفقه أي قسم من الفقهاء إلى أن هذه النظرية يرجعها إلى رجال الدين المسيح في القرنين السابع والثامن عشر حيث كانت الشريعة المسيحية تؤكد على أن كرامة الإنسان والحد من سلطة الملوك الديني غيرها أن هذه الدعوة صاحبها صراع بين الملوك ورجال الدين طبعا هو أنا مثل ما قلت هو سرط تاريخي سرط تاريخي لأساس حقوق الإنسان والمؤلف يستعرض هنا يستعرض هنا هذه النظريات ولاقت هنا يقول لاقت هذه النظرية رواج في فرنسا إذ لجأ إليها ملوك فرنسا كوسيلة للتخلص من تدقل البابر في سلطتهم الدنيوية يعني أنا بيودي أن أشرح لكم هذا الموضوع يعني القليل عن هذا الموضوع يمكنني يوفر لكم فد كم كبير من المعلومات أن أنطيكم فد شيء عن سلطة الكنيسة في ذلك الوقت الكنيسة في العصور الوسطى كانت تهيمن أو تسيطر بشكل كامل على مجريات الأحداث في بلدان وخصوصا أوروبا يعني الكنيسة كانت في أوروبا هي التي تدير مقاليد الحكم لأنها تسيطر على كل الحكام والرؤساء والملوك بسلطتها الدينية فكانت الكنيسة هي يعني تحكم دينيا وتحكم سياسيا يعني الحكم السياسي الفعلي الحقيقي هو للكنيسة للقساوسة كانوا يحكمون الحكم الرئيسي فعلا يعني كانت القساوسة كان للكنيسة كانت الهصطة غير طبيعية على الحكام لأنه كانت الكنيسة حقيقة تمتلك كل مشاعر الناس وتمتلك قلوب الناس مثل ما تعرفون أن الذي يمتلك مشاعر الناس يستطيع أن يفعل الكثير أنا أعتقد أن أغلبكم قد يعني طلع على هذه المعلومات سابقا ولكن ليس بهذا التفصيل الذي يمتلك القلوب يمتلك المشاعر يستطيع أن يفعل الكثير لذلك الناس في ذلك الوقت كانوا يؤمنون بالكنيسة إيمان مطلق بشكل مطلق هذا الإيمان يعني يجعلهم يعني يقدسون ما يصدر عن الكنيسة بشكل مطلق دون التفكير دون أن يكون هناك دور للفكر كانت المشاعر تتحكم بالناس لذلك استمرت الكنيسة لمئات من السنين على هذا المنوال وقد كانت القيادة الحقيقية في السياسة لأوامر الكنيسة وكان الحكام والملوك يخشون في ذلك الوقت من سطوة الكنيسة لأن الكنيسة تحرك الناس وتحرك المجتمعات بسهولة بالغة بمجرد يعني كلمات بسيطة تستطيع أن تحرك الناس والمجتمعات فتقلب الموازين على الدول وعلى الحكام والملوك في ذلك الوقت كانوا يخشون كثيرا الحكام والملوك يخشون كثيرا من الكنيسة بعد أن صارت ثورة على الكنيسة طبعا الحكام والناس المجتمعات في ذلك الوقت بعد أن رأوا ما صدر عن ما كان يصدر عن الكنيسة من أمور يعني أمور حقيقة لا تمت للإنسانية بصدق كانت الكنيسة تتدخل في كل شيء وفي أي شيء وكانت تصرفات القائمين عليها غير متزنة وبالنتيجة القرارات غير متزنة كانت هي عبارة عن تنفيذ لأهواءهم ورغباتهم لذلك الناس أيضا ضاقوا ذرعا بهذه الأمور بعد أن انجلت المواقف وبعد أن انجلت الحقاق فضاقوا ذرعا بما كان يصدر عن الكنيسة لذلك بعد حدوث الانقلاب على الكنيسة يعني بعد أن فهموا حقيقة ما يدور داخل الكنائس من ترهات ومن أحداث مبنية على مواقف شخصية ومبنية على مواقف نفعية حدث حقيقة انقلاب على النظام الكنيسي أو النظام الديني وتم تحييد دور الكنيسة وأصبحت الكنيسة فقط هي مكان للعبادة وهذا كله طبعا من أجل إبعاد الكنيسة وتدخلات القائمين عليها في الجوانب السياسية إذ كان تدخلهم كما ذكرت قبل قليل تدخل مباشر وكامل في مجريات الأحداث السياسية وكانت القرارات أغلبها تصدر من الكنيسة وتوجه إلى الحكام أو الساسة وكان الحكام والساسة مضطرين لاتباع قرارات الكنيسة باعتبار أن الكنيسة كما قلت تستطيع أن تحرك المجتمع بكلمات بسيطة وبعدة عبارات الناس انتبهوا فبعد ذلك فصار انقلاب على الكنيسة ورجعت الناس إلى يعني حياتها الطبيعية بعد أن حدث انقلاب على الكنيسة طبعا هناك أمور مشهورة كانت تحدث في الكنائس منها توزيع سكوك الغفران وكانت هذه حوادث مشهورة في أوروبا في القرون الوسطى كانت مشهورة جدا أن الكنيسة كانت توزع سكوك الغفران فالذي يحصل على سكوك الغفران من الكنيسة يدخل به للجنة هذا طبعا يعني قبل الثورة التي حثت على النظام الكنيسي في أوروبا طبعا يعني يقول هنا من بين البلوك الذين يتمسكوا طبعا هذه النظريات هي هذه النظريات نظريات حقوق الإنسان التي تعتبر تعتبر أن الأمور هي أن الرب أو أن الله هو يعني هو يعين الحاكم أو أن الحاكم مختار من قبل الله بشكل مباشر أو أن الحاكم هو ينفذ المشيئة الإلهية بشكل مباشر هذه طبعا كلها هي نظريات لرجال الدين هذا تسويق لإدعاءات رجال الدين طبعا من بين الملوك التي تمسكوا بهذه النظريات لويس الرابع عشر والخامس عشر طبعا ذو الملوك فرنسيين يعني ملوك في فرنسا وهذا الذي أشار لويس الخامس عشر أشار في أحدى خطبه إلى أننا نتلقى التاج من الله لاحظ أننا نتلقى التاج من الله فسلطة عمل القوانين هي من اختصاصنا ووحدنا لا يشاركنا في ذلك أحد ولا تخضع مزاولة عملنا لأحد يعني لاحظ أن ملك يتحدث بهذا الأسلوب وبهذه الصيغة أن التاج من الله سلطة عمل القوانين هي من اختصاصنا فلاحظ انتمد يعني الطغيان في ذلك الوقت وهذا يدلال على يعني عدم موجود حقوق للإنسان في ذلك الوقت يعني حقوق الإنسان كانت منتهكة بالمسحوقة لا توجد حقوق للإنسان وكان الإنسان يمتهن في ذلك الوقت كان يمتهن يباع ويشترى وهنا لك سوق للنخاسة وهنا لك سوق للعبيد النخاسون يبيعون العبيد بأبغس الأسعار كانوا يبيعونهم بشكل علني وبأسواق مخصصة لهذا الموضوع هذا يعني تنطين دلالة وإشارة واضحة على عدم موجود يعني حقوق للإنسان حقوق الإنسان كانت في ذلك الوقت مسحوق تماما لذلك يعني هذه الفترة كانت فترة مظلمة يعني في حياة الأوروبيين فترة مظلمة بحق في حياة الأوروبيين طبعا يقول المؤلف في ظلط روحات النظرية الدينية فيه وقراطية فإنه لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان أنا يعني شرحت هذا الموضوع أو المطالبة بها أو انتهاكها باعتبار أن الحاكم هو الإله أو مختار الحاكم أما يكون هو الإله أو مختار بشكل مباشر من قبل الإله وحيث الأمر كذلك فأن له الأمر من قبل ومن بعد ولا يمكن محاسبته أو مطالبته بما لم يذج به أو يتكرم به على الرعية بما لم يجد به أو يتكرم به على الرعية إلى جانب النظرية الدينية طريحة نظريات أخرى في بيان أصل نشأة الدولة ومن بينها نظرية القوة إذ أرجع أصحاب هذه النظرية أصل نشأة الدولة إلى القوة المادية التي يفرضها أحد الأفراد على الآخرين ويتحدد مفهوم القوة وفقها بالنظرية بالقوة المادية تحديدا دون قوة الإقناع هذه طبعا نظريات نظريات يعني مرتكزة على أساس ديني أغلبها هذه مرتكزة على أساس ديني واستمر المؤلف في استعراض لهذا الموضوع يعني على ضع ما تم استعراضه من آراء نظرية واقع فعلي فإن ولادة حقوق الإنسان هذا من هنا المادة يعني هذا مهم الموضوع شوي يعني بداية حقوق الإنسان على وفي ضع ما تم استعراضه فإن ولادة حقوق الإنسان والمواطن لم تكن بالأمر اليسير هذا الموضوع يعني يعني فعلا لم تكن أنا قلت قبل قليل نوهت إلى أن حقوق الإنسان كانت مسحوقة في أوروبا في ذلك الوقت إذ استوجبت عدة قرون من المخاض والنضالات المتوالية التي انطلقت من إنجلترة يعني أنا راح أحكي لكم ليش من إنجلترة من إنجلترة في القرن الثالث عشر وفي الولايات المتحدة وفرنسا في القرن الثالث عشر ليش من إنجلترة من إنجلترة صدرت أول وثيقة طبعا أكيد يعني المؤلف متناول هذا الموضوع في كتابه لكن هذه معلومة أرجو أن وهذه مطلوبة من عندكم يعني هذه المعلومة مطلوبة منكم أرجو أن تهتمون بها أول وثيقة لحقوق الإنسان في العصر الحديث في العصر الحديث في أوروبا صدرت في إنجلترة صدرت في إنجلترة وهذه الوثيقة اسمها الماغنة كارتة اسمها الماغنة كارتة هذه أول وثيقة اهتمت بحقوق الإنسان وصدرت في مجال حقوق الإنسان وصدرت في إنجلترا صدرت في إنجلترا و يعني اعتقد أن المؤلف متناول هذا الموضوع فيما بعد سنأتي على ذكرها سنأتي على ذكرها لاحقا لكن هذا الموضوع مطالبين به لأنه هذه أول أول وثيقة حقيقية تصدر بشكل علني وصريح تؤكد على حقوق الإنسان فأعطت مثلا على سبيل المثال حق التقاضي للناس حق التقاضي يعني كانت الناس لا تمتلك هذه الحقوق سابقا مطلقا كانت لا تمتلك هذه الحقوق أعطتهم مثلا حق التنازع أو حق التقاضي أو حق المطالبة بحقوقهم هذه وثيقة الماقنا كارتة وثيقة الماقنا كارتة اللي هي طبعا يعني في إنجلترا كما ذكرت قبل قليل يقول المؤلف وجدت هذه الطبقات ظالتها في الفلاسفة والمثقفين بصفة عامة الذين عملوا على وضع نظريات جديدة طبعا تقوم على المواطنة بوصفها قيمة مطلقة مفندة بذلك النظريات القديمة التي قامت وتقوم عليها حتى الآن بعض النظم السياسية والاقتصادية والتي كانت تعد الحاكم الإله أو على الأقل مستمد سلطة من الإله وبالتالي فلا مناص من طاعته وتقليسه بغض النظر عن تصرفاته وظلمه وتغيانه وكانت طبقات الصاعدة في إنجلترا وفرنسا على وجه الخصوص وليدة النهضة الاقتصادية التي عرفتها أوروبا الغربية منذ القرن السادس عشر على أثر اكتشاف العالم الجديد وطرقات والطرقات التي لم تكن مألوف لديها من قبل والتي فتحت تجارتها آفاق واسعة فالأمر الذي أسفر عن بروز نمط من الاقتصاد اتخذ بعدا عالميا وأصبح يعرف بالاقتصاد العالمي هذا كلها استعراض يعني أنا ما أشوف ضرورة المهم أن تعززت من جراء يعني المؤلف هنا يريد أن يصلنا إلى نقطة أنه من جراء من جراء تنامي رؤوس الأموال تعززت من جراء ذلك في انجلترا وفرنسا فئة رأس مالية ترتكز على البعض من الفلاحين والصناعيين الأغنياء وفئة قليلة من النبلاء وخصوصا على التجار الذين أثروا من التجارة العالمية يعني نشأت هناك في أوروبا نشأت يعني طبقات رأس مالية وكانت هذه الطبقات الصائدة رغم تفوقها الاقتصاد لأنها تمتلك الأموال كانت مهمشة سياسيا إذ بقيت تخضع لأنظمة سياسية تقوم على الحكم المطلق إذ كان ملوك إنجلترا حتى القرن السابع عشر وملوك فرنسا حتى ثورة عام 1789 يتصرفون في شؤون البلاد حسب نزواتهم أنا شرحت هذا قبل قليل وبما تقتضيه مصالحهم وذلك باحتكار كل السلطات باعتبارهم ملوكا متوجين من قبل الإله هي يعني يعني كانوا يتلاعبون بأحاسيس الناس بمجاعر الناس باعتبارهم متوجين من قبل الإله كانوا يعني يتلاعبون بعواطف الناس يعني مرتكزين بذلك على أسس دينية يعني يعني ممكن أنه هذا الكلام يعني ينضحك بي على الناس ممكن أن يضحكون على أفكار الناس يعني مرتكزين على أسس دينية باعتبار أن الإله هو قد عينهم الإله فلذلك هذا التاج هو من الإله أو هذا الحكم هو من الإله الناس من تسمع إله في ذلك الوقت وأي إنسان قليل المعرفة عندما يعني يسمع الرب أو الإله أو كذا أو أي موضوع يمس الأمور الدينية تراه ضعيفا تجاه الأمور الدينية يخشى من الأمور الدينية ليش؟ لأن الناس التي لا تمتلك وعي كافي ولا تمتلك معرفة كافية تخشى من الخوف في هذا الجانب فأنت عندما تريد أن تخيف إنسانا تدخله من الجانب الديني وكثير من المجتمعات الجاهلة يعني كانت ضحية هذه يعني كانت ضحية هذه الممارسات الخاطئة اللي كان يمارسها رجال الدين حس بغض النظر عن في أي ديانة هل كانت الديانة اليهودية أم المسيحية أم الديانة الإسلامية بغض النظر يعني أنا أتكلم بشكل عام عن رجال الدين ما كانوا يعني يعني يزيفون الحقائق كانوا يشوهون الحقائق كانوا يضحكون على عقول المجتمعات بأفكارهم التي مبنية كانت مبنية على أسس دينية بحتة فلذلك أي شعب أي شعب بنسبة من الجهل من السهولة جدا أن تدخله من الجوانب الدينية يعني قلنا أنه الحكام الحكام يستمدون يعني سلطتهم من الإله من الإله هذا يعني هو يعني استعراض حقيقة استعراض للأساس التاريخي لحقوق الإنسان استعراض للأساس التاريخي لحقوق الإنسان الشيء المهم يعني في هذا الموضوع ما موجود طبعا بالكتاب هذه المعلومة أرجو أن تحتفظون بها وهي مطلوبة منكم أن أول وثيقة صدرت صدرت في أهد الملك جون في إنجلترا هي وثيقة الماغنكارت أول وثيقة صدرت بحقوق الإنسان أو تخص حقوق الإنسان وهذه كانت وثيقة علنية صريحة تخص حقوق الإنسان صدرت في عهد الملك جون في إنجلترا في إنجلترا طبعا هذا حقيقة يعني هو هذا الأساس يعني المهم أن هذه الوثيقة صدرت في الأسور الوسطى هذا الأساس التاريخي المهم لحقوق الإنسان نأتي إلى موضوع جديد هو الأساس الشرعي لحقوق الإنسان أولا حقوق الإنسان في الديانة اليهودية يتدرج هنا المؤلف يتدرج من الديانة اليهودية إلى المسيحية إلى الإسلامية ورد مصطلح الحق في العهد القديم في أكثر من موضع لكن اليهود وأحبارهم زعموا أن الله أن الله خصهم به دون غيرهم من هنا فأن الحق في الشريعة اليهودية لا يمنح إلا لليهودي هذه أفكار طبعا يعني كل ديانة أدها أفكار خاصة به هذه أفكار في الديانة اليهودية ومن المؤكد أن هذا التوجه ينمع عن رؤية عنصرية تقوم على التمييز بين البشر على أساس عرقي فهم لا يعترفون بإنسانية الإنسان غير اليهودي وهذا ما يفسر ادعاهم بأنهم شعب الله المختار مستندين في ذلك إلى التلموت حيث ورد فيه التلموت طبعا يعني كتابهم التلموت ادهم كتابه والتلموت حيث ورد فيه ما نصه بين قوسيا لأنك شعب مقدس للرب إلهك ياك قد اختار الرب إليك لتكون له شعب أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض و طبعا كل ديانة بها معتقداتها وإلها أفكارها وإلها نظرياتها يقول ويجيز التلموت اليهودي قتل غير اليهودي حيث ورد فيه ما نصه اقتل الصالح من غير الإسرائيليين يعني أرجو أن تفرقون بين بين التوراة والتلموت يعني التلموت ترغير التوراة تلموت كتاب هذا كتاب يعني خاص بهم غير التوراة التوراة يعني هذا الكتاب الذي أنزل من الله والإنجيل الكتاب المسيحيين الذي أنزل من الله والقرآن هو كتاب الكتاب الله الذي أنزل للمسلمين فلذلك أرجو أن تفرقون يعني التلموت وغير التوراة يقول ورد في ما نصه اقتل الصالح من غير الإسرائيليين لأن من يسفك دم الكافر يقدم قربانا لله كما أجاز التلموت الرق ولكن لليهود على غير اليهود باعتبار باعتبار أنهم شعب الله المختار وفي الشريعة اليهودية لا يختلف مركز المرأة عن الرقيق فهي محرومة من الحقوق المدنية طبعا يعني عندي هذه المعلومة هذه المعلومة أبنائي انتبهوا يعني قبل فترة ليست بالقصيرة طلعت على معلومة تقول أن المرأة لا ترث في الديانة اليهودية لا ترث طبعا هذا يعني حقيقة يعني أنا استغربت من الطلعت على هذه المعلومة هس هنا مؤكدة في هذا الكتاب يقول المرأة يعني تعامل كرة هذه حقيقة كانت يعني معلومة غريبة أن المرأة لا ترث في الديانة اليهودية على كل قصة المعلومة مدى دقتها ما أعرف يعني لكن أنا المعلومة كانت متوفرة عندي أن المرأة لا ترث في الديانة اليهودية طبعا هذا يعني فيه إجحاف كبير وفيه إنكار لفضل المرأة ولحق المرأة ولإنكار لوجود المرأة أصلا في المجتمع في الشريعة اليهودية لا يختلف مركز المرأة عن الرقيق فهي محرومة من الحقوق المدنية بل هي عندهم مخلوق غير طاهر كونها تحيض وتدخل النفاس وهذا طبعا هذه أفكار متخلفة يعني لأنه المرأة هي نصف المجتمع وعني أنا أرى أن المرأة أكثر من نصف المجتمع أنا أرى أن المرأة أكثر من نصف المجتمع لو للمرأة لا يكون هناك مجتمع لأن المرأة هي الزوجة وهي الأم وهي الأخت هي المربية الفاضلة هي الإبنة الجميلة هي الطفلتك الجميلة المرأة كل شيء يعني أكثر من نصف المجتمع أنا مع يعني ليس مع من يقول أن المرأة نصف المجتمع المرأة هي كل المجتمع لذلك هذه أفكار يعني أفكار متخلفة يعني طبعا يسوقها هنا المؤلف للاطلاع على الأساس الشرعي لحقوق الإنسان ومع ذلك وضعتها الشريعة اليهودية في مركز أسمى من نظيراتها في الأديان والمذاهب الأخرى على ذلك أن منظومة حقوق الإنسان عند مني إسرائيل منظومة قائمة على أسس عنصرية قاصرة على حماية حقوق الذكر دون الإناث هذا مختصر ما جاء بالديان اليهودية الموضوع آخر جديد هو حقوق الإنسان في ديانة المسيحية يعني مثل ما استعرض حقوق الإنسان في ديانة اليهودية استعرض حقوق الإنسان في ديانة المسيحية الشريعة المسيحية تكاد تخلو من فكرة الحق على خلاف فكرة العدل التي احتلت فيها حيزا واسعا فقد وصف العهد الجديد المسيح بالعدل والرحمة والأمانة فقد جاء في الكتاب المقدس ما نصه ألوي لكم أيها الكتب الفريسيون والمراؤون الفريسيون والمراؤون فأنكم تؤدون لا أعرف هذه الكلمات غريبة يعني ما أنا عموما عموما يعني هي هذه المواضيع يعني مو كلش مهمة هذه المواضيع وهي سرد تاريخي سرد تاريخي الموضوع المهم اللي راح يجينا اللي راح نتناوله بتفصيل هو الأساس الدولي لحقوق الإنسان يعني من الجدير بالملاحظة أن الأهد الجديد ليس فيه ما يبطل أو يقلل من حقوق الآخرين وهو ما طالب به الأهد القديم بل ثمة إلهام جديد فهو دعا للتحاد الذات بالآخر وسار على الاقتسام والمشاركة إلى حد التضحية كل التضحية لأن الحب في النهاية هو ركيزة الحق لقد حملت المسيحية للفكرة الأوروبية والحضارة الأوروبية فكرتين كرامة الشخصية الإنسانية وتحديد السلطة فيما يتعلق بالكرامة الإنسانية فقد فرقت المسيحية بين الفرد كإنسان والفرد كمواطن ويذهب رأيي في الفقه إلى أن هذه الفكرة أخذتها الشريعة المسيحية عن الفلسفة اليونانية كما نادت المسيحية بمساواة الجمع أمام الله الأمر الذي يفسر الإقبال الواسع للعبيد على اعتناق الشريعة المسيحية لكن صداها كان محدد فالعبودية لم تلغى وظلت تقسيم الطبق قائما وبقية المجتمعات تعيش فيه ظل مبادئ القانون الروماني واليوناني وتعاليم الإمبراطورية طبعا يعني هو مجرد سر التاريخي يعني حتى هذا سر التاريخي ما بيث شيء مهم يعني هو مجرد سر التاريخي أما ما يتعلق بتحديد السلطة فتذهب التعاليم المسيحية إلى أن أي سلطة فوق الأرض لا يمكن أن تكون سلطة مطلقة والسلطة المطلقة لا يختص بها إلا الله فكل سلطة إنسانية منظمة هي سلطة محدودة الصلاحية بطبيعة الحال فلا يمكن لسلطة أي حاكم مهما كان أن تكون مطلقة وللأفراد الثورة على الحاكم إذا استبدأ بالسلطة أو اختص بهذا نفسه لكن الواقع كان يشير إلى غير ذلك فقد اختص القيصر بالسلطتين الدينية والدنيوية بعد أن حارب الكنيسة شوف هذا الموضوع اللي أنا اتكلمت عندي هذا الموضوع اتكلمت عنه قبل قليل يقول فقد اختص القيصر بالسلطتين الدينية والدنيوية يعني أيضا انتزع السلطة الدينية من الكنيسة بعد أن حارب الكنيسة واخضعها لسلطته ولم يترك لمثلها أن تجني ثمارها بل أنه شوها الكثير من مبادئها يعني هو فعلا أظهر زيف زيف أفكار الكنيسة في ذلك الوقت وحاربها وأظهر زيف أفكارهم وزيف كلامهم ومعتقداتهم الموضوع نأتي إلى موضوع جديد هو حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية طبعا هذا مهم يعني هذا مهم حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية هذا الموضوع مهم أهم من يعني الديانة اليهودية والديانة المسيحية لأنه لا يكون مادة فعلا هو في الديانة اليهودية والمسيحية مجرد سر التاريخ يعني في الوقت الذي كانت تعيش فيها أوروبا مكبلة بالسلطة المطلقة للحاكم نشأت في القرن السابع الميلادي أول دولة قانونية في الجزيرة العربية أقامها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم غدات هجرته إلى المدينة وأرساد عائمها القوية من بعده الخلفاء الراشدون فالدولة الإسلامية كانت محكومة أن ذاك دستور شرعي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما عرفت هذه الدولة مبدأ التدرج في القيمة القانونية للقواعد التي كانت تنظم العلاقة بين السلطات من جانب وبينها وبين الأفراد من جانب آخر كما اعترفت هذه الدولة أي الدولة التي أقامها الرسول محمد بالحقوق والحريات الفردية رابعة sondern شوف هذه كلها من مبادر حقوق الإنسان هذه هي أساس حقوق الإنسان أرجو أن تنتبهون أبنائي وهذه هي مبادر حقوق الإنسان كما اعترفت هذه الدولة انتبه هنا بالحقوق والحريات الفردية وأرسل القواعد التي تكفى الاحترام مخضوع الدولة للقانون هذا أصل أو أساس حقوق الإنسان هو احترام القوانين سن القوانين وتشريعها واحترامه سن القوانين أو تشريحها واحترامها كيف يتم احترام القوانين يتم بتطبيقها على الكل يجب أن تطبق إذا أردنا دولة قانون أو دولة عادلة تعيش فيها الناس وتعيش فيها المجتمعات برفاهية يجب أن يسود القانون أو تسود القوانين يجب أن تطبق القوانين بشكل عادل كيف تطبق بشكل عادل تطبق من خلال تطبيقها على الجميع بشكل متساوي أي بشكل يضمن للجميع الحق يضمن حقوقهم لأن القوانين هي أصلا وضعت لإعطاء الحقوق أو لتوزيع الحقوق أو لتنظيم العلاقة بين الفرد والدولة وتنظيم العلاقة بين الفرد والفرد في المجتمع لذلك تطبيق القوانين واحترامها يجب أن يكون من الجميع ويجب أن يكون يطبق بشكل عادل ويجب أن يتعرض الجميع لتعامل واحد وتطبيق قوانين واحد لأن الناس يجب أن يكونوا متساوون أمام القانون كأسنان المشط وهذا مبدأ يجب اتباعه وعدم الحياد عنه لأنه فعلا تتحقق العدالة بهذا المبدأ تطبيق القوانين على الكل بشكل عادل هذا تتحقق العدالة هنا من خلال هذا التطبيق الدولة الإسلامية كانت محكومة أنذاك بدستور شرعي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله الأمين كما عرفت هذه الدولة مبدأت تدرج قلنا في القيمة القانونية وقلنا اعترفت هذه الدولة بالحقوق والحريات الفردية وأرسة القواعد التي تكفل احترام وخضوع الدولة للقانون كمبدأ الفصل بين السلطات مبدأ الفصل بين السلطات أنا شرحتها في المحاضرات السابقة وتبني مبدأ السيادة الشعبية والرقابة على القائمين على الدولة وشؤونها وبذلك يكون الإسلام قد أرسى دعائم أول دولة قانونية في التأريخ ومنه انتقلت فكرة الدولة القانونية إلى باقي دول العالم انتقلت منه إلى باقي دول العالم طبعا هذا حقوق الإنسان هذا الموضوع في الشريعة الإسلامية موضوع مهم أرجو أن تركزون عليه هذا موضوع مهم أرجو أن تركزون عليه وأنا قلت أن أول إشارة كانت لنبادع حقوق الإنسان هي من النبي محمد طبعا أقصد في الإسلام يعني هي من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم النبي محمد أعظم الخلق وأشرف الخلق هذا الرجل العظيم قال مقولته أو قولته الشهيرة حينما قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارة هذا المقولة الشهيرة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تبين لك أن الناس يخلقون وهم أحرار ولا أحد منهم يخضع للعبودية يعني بما معنى أن الناس يعني يولدون جميعا متساوون في الحقوق والواجبات وهم أحرار جميعهم أحرار يخلقون ويولدون أحرار لا يخضعون لأي شكل من أشكال العبودية العبودية يعني تكبل الناس بعد ولادتهم ويخضعون لها بعد ولادتهم أما الإشارة الثانية لحقوق الإنسان في الدولة الإسلامية فكانت للإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام إذ قال في رسالته إلى عامله على مصر أو حاكمه على مصر مالك الأشتر رضوان الله عليه قال في رسالته الناس صنفان أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق وأنا أشرت طبعا إلى هذا الكلام في المحاضرات السابقة هذا طبعا الكلام مهم جدا ويدللنا على أن هذه هي الإشارات الأولى أو الركائز الأولى أو الأسس الأولى لحقوق الإنسان في الدولة الإسلامية أو في الإسلام هذا قول الإمام علي يدلل على أن الناس جميعهم متساوون أما هو أخ لك في دينك أو هو نظير لك في خلقك أي إنسان مثلك يعني يقصد الإمام علي أنه إنسان مثلك وهنا قد أبرز الجانب الإنساني الإمام علي وهو أبو الإنساني قد أبرز الجانب الإنساني واعتبر أن الناس يعني لم يكن أخ لك في الدين فهو نظير لك في الخلق يعني إنسان مثلك مناظر لك في الخلق هذه طبعا إشارات واضحة وصريحة لأسس واقعية وحقيقية لحقوق الإنسان في العصر الإسلامي أو في الإسلام إلى هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والتوفيق والتفوق إن شاء الله في دروسكم وأوصيكم بالمتابعة والمثابرة وأوصيكم بالجد والاجتهاد في هذا الدرس وفي كل الدروس لأن الإنسان هذا ميدان العلم الإنسان يتنافس فيه بشرف فالتنافس في ميدان العلم هو تنافس شريف وحقيقي وتنافس جميل أتمنى لكم أن تكونوا جميعا متفوقين إن شاء الله وأن نشوفكم في مراحل أعلى إن شاء الله تقبلوا فاقتحياتي وشكرا لأصغاركم